تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الحياة التي نطالع منها حم الظنك تقتل 21 شخصا في منطقة سياحية هندية كشف مسؤول حكومي أن فيروس حم الظنك تسبب في وفاة 21 شخصا على الأقل في ولاية جنوب الهند خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وصب الفيروس أكثر من 11 ألف شخصا في الولاية منذ شهر أيار مايو الماضي إلى صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين التي اخترنا منها لكم باحثون دوليون يطورون علاجا لفيروسات الإنفلاوزة جاء في تفاصيل الخبر نجح فريق دولي في فك أسرار نجاح الفيروسات القاتلة في الانتشار داخل الجسم الحي الأمر الذي سيساعد على علاج الأمراض الفيروسية ومنها الإنفلاوزة وأمراض البرد صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ألعاب الكلمات المتقاطعة تحافظ على شباب الدماغ إذا كنت من عشاق ألعاب الكلمات المتقاطعة تحمل لك نتائج دراسة جديدة أخبارا سارة فممارسة هذه الألعاب يوميا تجعل الدماغ أصغر بعشر سنوات عند التقدم في العمر ومن صحيفة اليوم السابع المصرية علماء ينجحون في تطوير فقاعات صغيرة تنفجر داخل العظام لإصلاح الكسور نجح فريق من العلماء في تطوير فقاعات صغيرة تعمل على إصلاح كسور العظام من خلال انفجارها داخل العظام وتستخدم الفقاعات لتقديم جينات للعظام التي تعمل على شفاء الخلايا مباشرة داخل العظام المكسورة وختاما مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية هل القهوة أفضل من الشاي؟ كوب ساخن من القهوة في الصباح يساعد على اليقظة ويساعد كوب من الشاي على الاسترخاء بعد يوم طويل من العمل فهل الشاي أفضل من القهوة أم أن العكس هو صحيح؟ يقول الخبراء أن هذا السؤال تصعب الإجابة عليه إذ من الصعب فصل مكونات المشروبين المختلفة وتأثيرها على أعضاء الجسم المختلفة اشتركوا في القناة